السلام عليكم يا رفاق أنا تسنيم في العشرين من عمري أعيش مع أمي بمفردنا بعدما توفي والدي أمام عيني بدأت قصتي المؤلمة منذ عام ونصف فقط قبل ذهاب والدي إلى العمل في أحد الأيام جاء إلى غرفتي وقال تسنيم أين والدتك أليست بالبيت؟ لقد خرجت أظن أنها بالسوق هل تريد شيئا؟ نعم لقد وضعت جاكت البدلة هنا بالأمس ولا أجده بأي مكان أنا أعلم أين هو سأجلبه لك فورا انتظرني حسنا ذهبت وجلبته له فقال سلمتي يا عزيزتي قبل جبيني وأخرج لي بعض النقود وقال خذ هذه لتبقى معك إلى حين مجيء أمك فقد أتأخر بالعمل اليوم حسنا يا أبي انتبه على نفسك وأنت أيضا يا عزيزتي ذهب أبي للخارج فأغلقت الباب وأثناء عودتي إلى غرفتي مرة أخرى وجدت ورقة ملقاة على الأرض أظن أنها قد وقعت من جيب أبي التقدتها ثم فتحتها وكان مكتوبا بها جملا غريبة وغير متناسقة كالرسائل المشفرة تماما ولأنني أعلم الكثير عن فك هذه الرسائل استطعت فك الرسالة بسهولة والتي كانت تحديدا لقد نجحت المهمة يا زعيم مهمة ماذا هذه يا ترى أبي يعمل بشريكة أها فهمت ربما يكون مشروعا ما ولكن لماذا الرسالة مكتوبة بطريقة سرية هكذا وفجأة دخلت أمي إلى الغرفة تسنيم ما هي الرسالة السرية التي تتحدثين عنها لا يا أمي لا توجد رسالة ولا شيء أنا فقط سمعت مسلسلا وكنت أفكر بما سيحدث في الحلقة القادمة حسنا هل ذهب والدك للعمل؟ نعم يا أمي ذهب منذ قليل ترك لك هذه النقود لأنه قد يتأخر اليوم لا أدري ما هذا العمل الإضافي الذي يتأخر فيه والدك ما كان يحدث هذا من قبل حينها خشيت أن أخبر أمي عن الورقة فيأخذها الظن إلى أشياء سيئة فقلت ربما الشركة بها نقص عمال ولذلك يعمل والدي بوقت إضافي لا تقلقي ربما يا ابنتي حسنا لا عليك أنت أكمل درستك وأنا سأذهب لأجهز الغداء حسنا يا أمي وبعد قليل قالت تسنيم ابنتي لقد أتى والدك تعالي لنأكل سويا خرجت فوجدت أبي بالفعل أبي ألم تخبرني بأنك ستتأخر اليوم؟ نعم أنا فقط جئت كي أخذ شيئا ثم سأعود إلى عملي مجددا اجلسي وتناولي طعام مع والدتك ألن تأكل معنا يا نوح؟ بل سأكل لكنني سأغسل وجهي أولا سننتظرك إذن جلسنا على الطاولات لبضع دقائق ثم جاء أبي وشاركنا الطعام حينها أردت اختباره لأعرف هل تلك الورقة وقعت منه حقا أم أنها لشخص آخر؟ فأخرجت الورقة وقلت أبي هل هذه لك؟ لقد وجدتها ملقاة على الأرض أعطني إياها لأرى فتح الرسالة فتوتر قليلا ثم قال نعم إنها لي جيد أنك وجدتها متى ستعود اليوم؟ لا أدري يا ابنتي هل تحتاجين شيئا؟ لا فقد أردت أن أطمئن عليك لا تقلقي بشأني سأكون بخير هيا أراكم لاحقا انتبهوا على أنفسكم أخذ أبي الورقة وخرج من المنزل وهنا ازدادت شكوكي وبعد تناولنا للعشاء ذهبت إلى النوم في اليوم التالي قررت البحث عن أوراق أخرى بمكتب أبي وبالفعل وجدت ورقة أخرى فتحتها وقرأتها كان المكتوب بها المهمة التالية صعبة عليك توخي الحذار حينها خفت كثيرا وقررت أن أراقب أبي لأعرف ما السر الذي يخفيه وحقا انتظرت إلى حين خروجه من البيت ثم تبعته فورا والغريب أن أبي لم يذهب إلى الشركة لكنه ذهب إلى فيلا كبيرة بها الكثير من الحراس يقفون بالخارج نزل أبي من السيارة ودخل الفيلا تبعته بحرص حتى لا يراني أحد ولكن للأسف الشديد رآني أحد الحراس أنت ماذا تفعلين هنا؟ أنا لا أفعل شيئا سأذهب فورا لا تغضب من تكونين وكيف جئتي إلى هنا؟ أنا تسنيم ابنة سيدي نوح الذي دخل الفيلا الآن هل أنت ابنة سيدي نوح؟ يا لها من صدفة جميلة نعم أنا ابنته سأذهب الآن ولكن أرجوك أنزل مستدسك ولا تخبر والدي أنني أتيت اتفقنا؟ وهل دخول البيت كخروجه يا أنسة؟ لا أسمح لك بالذهاب فأنت ستنفعين مديرنا كثيرا ماذا تقصد أنت وأي مدير؟ وقبل أن أكمل حديثي أو حتى أهرب أمسكني وأدخلني للفيلا بقوة رآني أبي فقال تسنيم كيف جئتي إلى هنا؟ أنتم أبعد أيديكم عن ابنتي هل فهمتم؟ وإلا سأقتلكم جميعا نوح لا ترفع صوتك على رجالي هل فهمت؟ أنت الآن بمملكتي وليس أنت فقط بل وابنتك أيضا ولذلك كن حريصا نظر أبي للمدير بتمعن ثم اتجه نحوي وقال تسنيم لماذا فعلت ذلك يا ابنتي؟ لماذا جئت إلى هنا؟ لقد تبعتك يا أبي لقد قرأت تلك الرسائل وأتيت لأكشف السر الذي تخبئه عنه ما عملك مع هؤلاء الرجال يا أبي؟ نظر لوالدي بخجل وقال تسنيم لقد أوقعت نفسك بالمتاعب بما جئك إلى هنا والآن يجب أن تهربي فورا هؤلاء الرجال خطرون للغاية ولماذا أنت معهم إذن يا أبي؟ ما عملك معهم؟ قال المدير بصوت مرتفع لأخبرك أنا ما عمل والدك معنا أيتها الآن نسا والدك انضم إلى أكبر عصابة مافيا بالبلد وهو تحت أمري أنا وينفذ كل ما أقوله أتمنى أن تكوني قد فهمت الآن ما قلته أنت تكذب أبي لا يعمل مع أشخاص بشعة مثلكم إنه أبي وقدوتي بالحياة لا يفعلها بالتأكيد أنت من أجبرته على ذلك بطريقة ما أنت فتاة جريئة لكنني أحذرك فأنت تتحدثين مع الزعيم وليس مع رجل عادي أصمت يا تسنيم لا تجلب المتاعب أكثر دعينا نخرج من هنا بسلام مهلا أيها الشجاع من قال أنكم ستخرجاني من هنا فقط أنت ستخرجي أنوح لتنفذ المهمة التي رفضت تنفذها منذ دقائق أما ابنتك فستظل هنا إلى أن تأتي هذا مستحيل لا أستطيع فعلها كيف تريد مني أن أتخلص من شخص بريء لقد أخبرتك منذ البداية أنني أفعل كل شيء عدى القتل ولكنك ستفعل يا نوح وإلا سنتخلص نحن من ابنتك الجميلة هذه وأنت تعرفني جيدا أنا لا أمزح أبدا لا أستطيع فعلها أترك ابنتي تذهب ولنتفاوض في حل آخر لقد انتهى كلامي وأنت سمعته والآن قرار قرارك أنت يا نوح ابنتك أم عدونا وقف والدي يفكر جيدا لقد أوقعته في مشكلة كبيرة بمجيئي إلى هنا أبي لا تفعلها أرجوك فرض بي ولكن لا تفعلها لكنني لا أستطيع أن أفريط بك يا ابنتي كيف سأفعل هذا بك كوني بأمان سأتي لأخذك ثقي بي ذهب أبي وتركني بالفالة ثم أخذني الحراس إلى غرفة ما بالفالة وحبسوني بها وبعد عدة ساعات هجمت الشرطة على الفالة وكانت أصوات النيران بكل مكان أخذني الزعيم ووضع مستدسه على رأسي ثم قال أنا أعرف كيف سأعاقبك يا نوح أنت من اخترت التفريط بابنتك بسبب إبلاغك للشرطة أتركني أريد الذهاب إلى أبي ستذهبين إليه ولكن حينها ستتقابلاني في جهنمي مع نايتها الفتاة ستندم كثيرا على ما تفعله الشرطة تحاوط المكان سيقبضون عليك بلا شك أصمت وإلا فجرت هذا المستدس برأسيك هل فهمتي؟ نعم نعم فهمت خرجنا من الفالة من خلال الباب الخلفي وحاصرتنا الشرطة من كل جهة غضب الزعيم كثيرا وقال إن اقتربتم مني سأتخلص منها فورا هل سمعتم؟ اترك الفتاة يا جابر وإلا سيكون عقابك كبيرا لا يهمني لن أرتاح قبل أن أحرق قلب نوح على ابنته أنت رئيس عصابة وتتاجر بالممنوعات ورغم ذلك تحتمي بفتاة؟ ألا تستحي؟ لا أحتمي بها إنها رهينة عندي فقط فأنا لا أخشى أحدا وفجأة ظهر والدي وهو يحمل مستدسا بيده وقال لجابر اترك ابنتي يا جابر وإلا سأجعلك تندم بل أنا من سيحرق قلبك وروحك على ابنتك وسترع قبل أن تفعلها ستكون انتهيت أطلق أبي رصاصة على جابر فقام جابر بردها وأطلقه أيضا رصاصة على أبي وقبل أن يطلق علي أنا أيضا قتلته الشرطة أسرعت الشرطة بأخذ والدي إلى المشفى لكنه توفي وتركني أنا وأمي دون أحد والآن لا أعلم إن كنت أنا سبب وفاة أبي لأنني تبعته أم أن اختياره لذلك الطريق هو من كان السبب وهذه كانت قصتي يا أصدقاء إلى اللقاء في قصة جديدة